توجه سمو الشيخ بن حمد آل خليفة ناب الأول لرئيس المجلس العلا للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى فريق مركز شباب سافرة بلقب دور سموه الرابع للمراكز الشبابية لكرة القدم للصلاة والأول لرياضة ذوي الإعاقة الذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة وقد جاء هذا الفوز على فريق مركز شباب الزلاك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي وقيبت على صالة اتحاد رياضة ذوي الإعاقة بمدينة عيسى الرياضية وتوجه سموه أيضا فريق الصم لفوز بلقب دور ذوي الإعاقة الأول إثر التفوق في المباراة النهائية اليوم أيضا على فريق جمعية الإعاقة الحركية وشهد سموه جانبا من المباراة النهائية لدور المراكز الشبابية الرابع وأشهد بالمستوى التنظيمي الكبير الذي شهدته المنافسات من بدايتها وصولا لليوم الختمي وأبدأ سموه ارتياحه التام من الروح الرياضية التي سادت منافسات هذا الملتقى الرياضي المميز والتي أكدت مدى ما يتمتع به شباب البحرين من مهارات عالية في كرة القدم كرة قدم الصلاة بالإضافة إلى الروح الحماسية التي رفقت المباراة النهائية والمستوى الفني العالي الذي قدمه الفريقان خلال المواجهة لتكون المباراة بمثابة مسك ختام رائع للنسخة الرابعة من الدور والأولى من دور ذوي الإعاقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر